الكثير من الشباب العربي مبدع ولديه مجموعة من المنتجات الرقمية الرائعة سواء كانت تصاميم صور الفيديوهات إلى غيره من المنتجات الرقمية لكن المشكلة التي يجده أغلب الشباب هو أنهم لا يجدون من يمورهم أو من يشري هذه المنتجات الرقمية ولحل هذا المشكلة سأتطرق في هذا الفيديو إلى مجموعة من المواقع التي يمكنك منها بيع تصاميمك صورك فيديوهاتك وكذلك مقاطع الصوتية إلى غيره من المنتجات الرقمية ابقوا معي إذن فكما تطرقت في هذه المقالة التي بعنوان كيف تربحنا الانطلاق من بيع تصاميمك وصورك الخاصة سنتطرق في هذه المقالة لمجموعة من المواقع التي من خلالها يمكنك بيع صورك وتصاميمك وفيديوهاتك وأي منتج رقمي فقط عليه أن يكون بجودة مميزة وهذا سوف يقوم بتوفير لك عائد مالي فلنبدأ على بركتنا الموقع الأول هو دريم ستايم سوف أترك لكم رابط هذه المقالة في الدسكريبشن يعني دريم ستايم هو موقع رائع وتأسس سنة 2000 يعني يدعم البيع الصور وكذلك الرسوم وحتى الفيديوهات ويمكنك بيع فيه وتأخذ المال يعني مقابل البيع عبر شاك أو عبر بايبال أو عبر موني بوكس إذن يمكنك الدخول إلى هذا الموقع بالتغط على هنا وتذهب إلى هذا الموقع وتضغط على وتقوم بالدخول إلى الموقع الموقع الثاني هو استوك استوك هو موقع الأكثر شهرة في آآ مجال الميكروستوك الموقع يدعم بيع الصور وتصاميم يعني البي اس دي وغيرها وكذلك الفيديو والمقاطع الصوتية أو الموسيقى الموقع يأخذ على كل بيع حوالي أربعون في المئة بالنسبة للناس آآ حديثي الانخراط ويأخذ عشرين في المئة بالنسبة بالنسبة للناس الذين يبيعون آآ كثيرا يمكنك الدخول إلى آآ هذا الموقع بالضغط على آآ هنا وهذه هي وجهة الموقع موقع استوك أو يمكن تسميته إذا آآ وجدت صورة في آآ في جوجل ووجدت فيها فهي لموقع استوك الموقع الثاني هو موقع هو موقع رائع آآ تم آآ الاستحواذ عليه من طرف آآ شركة آدوبي وتم دمجه مع آآ 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 آدوبي استوك تأسس الموقع في ألف وخمسة آآ يقبل آآ بيع آآ صور وكذلك الفيديو آآ الموقع هو سهل يعني آآ اذا اردت ان تضع في صور فهو سهل القبول ليس مثل الموقع الأخرى آآ ويأخذ ما بين ثلاثة وثلاثون إلى آآ آآ ارزا سيتون آآ في المئة من كل آآ بيع على حسب آآ يعني آآ البائع وكذلك على حسب المنتج آآ يعني الذي تم بيعه. يمكنك الدخول الى الموقع بالضغط هنا. موقع فطولية. هذا هو موقع وقد تم استحواذ عليه من طرف اضوبي. يمكنك الخراط فيه هو البدء بالبيع. الموقع الرابع هو واحد ثلاثة اريف. هو موقع رائع. اسسة عام الفين وخمسة عشر. او الفين وخمسة عفوا. آآ يمكنك بيع فيه آآ يعني ملفات الفيكتور. الفيديو. آآ الصور وكذلك آآ مقاطع الصوت. الموقع يأخذ حوالي خمسون في المائة من كل آآ البيعة. والجميل في الموقع عنا يدعم آآ مجموعة من اللغات. حوالي اتناع عشر اللغة. في الانجليزية الارمانية الاسبانية والفرنسيا ولغات اخرى. يمكنك الدخول الدخول الى الموقع بالضغط هنا. تذهب اليه. وتقوم بالانخيرات بالضغط على آآ آآ اذا كنت تتوفر على آآ حساب او اذا آآ اذا لم تتوفر على حساب فقط تضغط على هذه الايقونة. ويمكنك تغيير اللغة من هذه الايقونة. الموقع الخامس هو شتر ستوك. آآ يعني الموقع الاكتر آآ شهرة. آآ يعني موقع رائع. ورائع جدا. آآ الموقع تأسس في سنة الفين وتلاتة. الموقع هو نيويورك. آآ يمكنك كسب حوالي سنة فاصلة خمسة وعشرون دولار لكل سورة تم يعني بيعها. وكذلك آآ يمكنك بيع الفيكتور والفيديو. والموقع جميل ورائع. والجميل في انه متوفر بيئة تمانية عشر لغة. يعني اكتر لغة آآ يعني آآ اكتر من اللغة متوفرة. الانجليزية الالمانية الاسبانية والفرنسية. وحأظن حتى اللغة العربية متوفرة في هذا الموقع. يمكنك الدخول عليه بالضغط هنا. وتبدأ بسينب ناو. كما قلنا تضغط على سينب وتبدأ ب آآ معلوماتك الخاصة. وتبدأ برفع آآ صورك لآآ الموقع. الموقع السادس هو باي ستوك ديزاين. هذا الموقع جميل وبسيط. آآ والجميل في انه يمكنك بيع فيه كل آآ منتجاتك الرقمية سواء صور آآ فيديو فلاش كذلك ولقاطات آآ او مقاطع صوتية وآآ ملفات تري دي يعني كل شيء رقمي يمكنك بيعه في هذا الموقع. الموقع آآ جميل ويأخذ حوالي خمسون في آآ خمسون في آآ المئة من كل آآ عملية بيع. والآآ الموقع مقسم الى مجموعة من الاقسام. لكن يمكنك الدخول الى الموقع الرسمي الذي يجمع كل هذه المواقع بالضغط هنا. او يمكنك اختيار واحد من هذه المواقع سواء الفلاش او المقاطع الصوتية يعني آآ الاكوات. يمكنك آآ آآ انخراط فيه بالضغط هنا وتبدأ في الانخراط. الان نذهب الى الموقع الاخير والموقع الرائع. هو من اشهر المواقع يمكنك بيع فيه آآ جميع منتجاتك سواء الفيكتور اللوغو آآ يعني من الفيكتور وكل آآ كل المنتجات الرقبية كذلك الاكوات. فآآ الموقع هو تابع لمجموعة انفاتو. هذا الاخير يأخذ اربعون في المائة الى سبعون في المائة آآ من كل آآ بيع على حسب يعني آآ اقداميتك في الموقع. وجودة آآ جودة المنتج وآآ تمانيه الى غيره. يمكنك الدخول الى الموقع من هنا. تضغطونا. وتدخل الى الموقع. هذا هو آآ ويمكنك بيع كذلك المواقع الكود الفيديو الاوديو الفوتو والتي دي يعني ومن آآ من آآ مجموعة ويمكنك الدخول الى الموقع وانخرط فيه. بطغط على سيني وتبدأ بملء معلوماتك الخاصة. وتبدأ بملء معلوماتك الخاصة وتنخريط وتبدأ برفع آآ منتجاتك الرقمية. هذه هي مجموعة مجموعة المواقع التي يمكنك بيع منها آآ منتجاتك الرقمية. لكن قبل البدء بالبيع عليك ان تدرس السوق وان تدرس المنافسة. يعني ان تدرس السوق وان تدرس متطلبات السوق يعني المتطلبات يعني الحاجيات التي يحتاجها السوق. مثلا في مجال الصور تدرس يعني الصور الاكتر مبيعا. يعني تذهب الى مثلا الى واحد من هذه المواقع وتضغط على اه وترى المنتجات الاكتر مبيعا. وتحاول ان تعمل على هذا المجال الذي اه فيه البيع اكتر. هذه هي دراسة السوق. اما بالنسبة للتنافسية فتدرس السوق وتذهب الى البحث او تبحث عن المجال الذي به تنافسية قليلة وتعمل فيه. هكذا سوف تطور حسابك وتبيع اكتر اه في هذه المواقع. اه نصيحة اخيرة اه انصحك بان تنخريط في كل هاته المواقع. وان تضع اه متجاتك في كل هاته المواقع. فهذا اه غير يعني هو قانوني ولا ولن يؤثر على حساباتك اه في هاته المواقع. وهذا هكذا سوف تكسب زبناء كل المواقع وسوف تبيع اكتر. الى هنا انتهى الفيديو اليوم. نتمنى ان يناع عجبكم وان تكونوا قد استفدتم من. اه اذا ما اعجبكم الفيديو اه لا تنسوا الضغط على لايك ومشاركته مع اصدقائكم. ولا تنسوا متابعتنا على صفحتنا اه على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا والى اللقاء. اشتركوا في القناة